ينضم علي دكتور عصام داود طبيب ومعالج نفسي أهلا بك دكتور عصام يعني يعود الأطفال ويعود الطلاب اليوم إلى المدارس ولكن مع آثار نفسية صعبة جدا هل كان متوقع ما سيجري للأسف الأمر كان متوقع ولكن الأشي الموجع في الموضوع أنه ما نعمل ولا أي خطوة عن جد مهنية أنه الداري هاي الأمور اللي إحنا كانت متوقع أنه نشوفها وأنه يعني بعد هيك أزمة اللي طالت كمان سنة يعني فيه شرائح معينة اللي بصف رابع لتقريبا لصف عشر ما شافوا المدرسة سنة كاملة البيوت مع كل الضغط مع شما يسمعوا المشاكل الأهل عم بيقلطوها المشاكل المدية الخوف أنه هن ممكن يعدوا سيدهن أو سيدهن لما إحنا كل منظومة العائلة مبنيا إحنا عايشين مع بعض كلها كمان شافوا كتير حالات موت وفقدان اللي صارت عندنا في الوسط العربي كل هاي الأمور ما يعني مفهوم ضمن أنه راح تأثر سلبا خصوصا أنه إحنا يعني نقطة الانطلاب تبعتنا ما كانت إيجابية وما كانت منيحة يعني من الأساس إحنا فئة مستضعفة في الداخل بسبب كل السياسات العنصرية فكان مفهوم ضمن أنه هذا راح يصير ومع هذا ما كان فيه خطة حكومية وهذا مش متوقع يعني مع كل التمييز عم نشوفه لكن كمان السلطات المحلية حسب رأيي في الشلاك كمان الجمعيات الأهلية وكل المؤسسة الموجودة العاملة في هذا الإطار ما عن جد أعطت خطة واضحة مهنية وأعطت جواب لشغل اللي هي متوقع أنها تسير وعن نشوف نتائجها اليوم وراح نشوفها كمان لأدام يعني نحن نتحدث عن نتائج مثلا 25% زيادة في إمكانية الانتحار ثلث الطلاب اشتكوا على أزمة نفسية طيب الآن هل الجهاز التعليمي التربوي الصحي مهيئ للتعامل مع هذه الحالات خاصة في المجتمع العربي للأسف الجهاز من البداية مش مهيئ يعني حتى كجهاز تعليمي ناقصه كتير أمور فكيف اليوم بعد سنة من يعني من الضييقات ومن كل الأمور اللي الله طحى كمان اللي معلمين نفسهم اللي معلمين نفسهم هن أهل اللي معلمين نفسهم كمان مرأة وأزمات وكمان التعليمات مش واضح يعني بزارة التعليم بتغير تعليماتها كل يوم تقريبا مرة بقول لك في كابسولة في فئات صغيرة رح يعني اللي تم التعليم فيها بعدين بفتح وبعدين بسكره كل هاي الأمور اللي إحنا ألطناها هاي كلها تأدت في الأخير إنه الجهاز ما يكون حاضر فاليوم يعني أحسن إشي ممكن يصير للولاد هون يجي في عطلة الصيفة بأسرع وقت لأنه الجهاز ما عن جد قادر يستوعب الكمي الهائل من سبرايل إن كان الاضطرابات أو المشاكل وكمان فيه نوع من الإرهاق طبع كل الجهاز نفسه اللي بيستوجب إنه عن جد يكون فيه هاي الفرصة اللي عن جد يعني بتأمل يكون فيها بناء خطة مهنية كيف لولادها يتبلش بسنة تعليمية الجاي بخطة واضحة بمرافقة مهنية من قبل مختصين وأخصائيين عشان يقدروا عن جد يسكروا الفجوات اللي صارت في السنة الأخيرة طيب هل هذه الآثار أيضا امتدت إلى القدرات التعليمية في اللغة وفي الرياضيات يعني هناك أبحاث تشير إلى فعلا إلى تأثير حتى على القدرات التعليمية هل من أبحاث أو تقارير حول هذا الموضوع يعني في أبحاث محدود اللي طلعت ولكن يعني ما في حاجة بحث اللي يقولنا إنه في مشكلة أو راح تصير مشكلة لأنه الطفل اللي كان أو الولد اللي كان عنده عصر تعليمي على سبيل المثال أو عنده اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فإذا كان هو يعني ممشي أموره بمساعدة من المعلم أو المعلمي ومن بدعم معين خلال التعليم في الإطار العادي فهذا الولد على سبيل المثال ما كان فيه ولا أي إمكانية قديلش ما يمكن المعلم أو المعلمي تكون النحة وبده تعطي إنه يقدر يتعلم عن طريق منظومة الزوم وتتعلم عنه هذا الولد يعني ضاع هذا الولد بهاي السنة فقد كثير من الشغلات اللي كان ممكن يكتبها وتراجع كثير فكل الولاد اللي بلشوا مع عصر تعليمي أو مشاكل وكان ممكن يعني المنظومة الاعتيادية كانت قادرة تحتويهن وتعطيهن يعني قادرة تقولي جواب حتى لو مش كامل بمنظومة التعلم عن البعض هن يتراجعوا كثير والمشكلة إنه ترجيحهم اليوم للإطار وإنه يسكروا هاي الفجور بتطلب مننا يعني جهد كثير كبير عشان نقدروا يرجعوا على الإطار بشكل سليم طيب دكتور عصام في دقيقة لو سمحت من يعني رسالة إلى الأهل أو إلى الأطفال أو إلى الشبان التي تشاهدون الآن ويعني ترى أزمة نفسية لدى أولادها لمن عليها التوجه يعني لو سمحت كمان الأمور تكون شوي بالتفصيل اليوم إحنا يعني لازم نعرف أنه الضرر تبع جائحة الكورونا بالأخير هو أكتر ضرر نفسي من ما هو جسدي أو حتى مادي يعني الأمور اللي راح تبقى معنا هي في الأخير هي الأمور النفسية والإسقطات النفسية اللي صارت علينا ما لازم نتهون مع الإشنة يعني أي شخص إن كان بالغ بيشوف إنه هو فايت في أزمة معينة ما قادر يطلع من يعني زي ما شفنا في التقرير الناس عم بتقول إحنا عم نطلع من الجائحة وعم نحس أحسن إذا مش عم نقدر ننبسط قصة حتى في رمضان مع العيلي مش عم نقدر نشوف إنه الفرج أجا هذا بيقول إنه إحنا الشغلات اللي مريناها بالسنة الأخيرة أثرت على نفسيتنا بشكل اللي هو تعد حدود المعقول وصار إحنا نازم نتوجه نطلب مساعدة نفس الشيء إذا إحنا منشوف تغير حد بتصرفات أولادنا حتى مع الرجوع المدرسة أولادنا مش قابلة ترجع وعم ترجع وعم تتعلم دكتور عصام أسفي لضيق الوقت لمن عليهم التوجه؟ بالبداية دائماً طبيب العائلة هو العنوان الصحيح لأي خطوة معينة وإذا شفنا إنه الإشاء بتعدى يعني فيها الأدى علامات واضحة ممكن توجه كمان للعيادات الصحة النفسية وجودة بالسنضيق المرضى وهي ترجع إحساني توجه لإلها بالأخص القاصرين عن طريق الأهل بدون ما يكون فيه توجيه رسمي من طبيب العائلة فقط بتعبئة استمرارات معينة وكمان بالتوجه لأي طبيب أو أخصائي أو أخصائي نفسي موجودين كمان في يعني متوفرين في السوق اللي بيطر يتوجه لهم بشكل خاص نعم شكراً لك دكتور عصام داود طبيب ومعالج نفسي على هذه المعلومات على أمل أن يستفيدوا منها الأطفال والأهالي شكراً لك